بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics كنا قد عرضنا في حصة الماضية نوعين من Energy Transfer النوع الأول هو Energy Transfer by Work النوع الثاني Energy Transfer by Heat في هذا الدرس اللي قلنا عنوانه Energy and Energy Transfer رح نعرض النوع الثالث وانتقال القوة وهو Energy Transfer by Mass Flow Mass Flow in and out يعني الكتلة المتدفقة داخلا أو خارجا من السystem serves as an additional mechanism of energy transfer تصلح أن تكون هي نقل للطاقة فهنا لما نشوف الرسمة هذه عندي إما كتلة تدخل أو كتلة تخرج فلما الكتلة تدخل هذا يعني أنه الإنرجي تدخل معها أو لما الإنرجي تخرج فهذا يعني أنه الإنرجي تخرج معها فالنوع الثالث هذا من الطاقة يسمى Energy Transfer by Mass Flow So for example when some hot water is taken out of a water heater and is replaced by the same amount of cold water the energy content of the hot water tank decreases as a result of this mass and direction يعني إنا هيش يعني أخذنا ماء ساخن من Water Heater فمثلا هذا Water Heater بداية وهذا Water Heater نهاية جاءنا يسوينا هنا مثلا أخذنا 20 ملي لتر من الماء الساخن إذا درست حرارته مثلا 70 درجة مئوية ونزعناه برا وأخذنا ماء بعدين الماء هذه نفس القيمة اللي كانت موجودة أضفنا علىها كم أضفنا علىها أيضا 20 ملي لتر لكن من درست حرارة مثلا 30 درجة مئوية فال20 ملي لتر هذه على 30 درجة مئوية وال20 ملي لتر هذه على 70 درجة مئوية كل واحدة فيهم عندها طاقة لكن من 20 ملي لتر حرارة 70 درجة مئوية عندها طاقة أعلى فهذا حفظنا على الكتلة حرارة السيسم يعني حفظنا علىها لكن هنا لم نحافظ على كمية الطاقة فالإنرجي ترانسير باي ماس فلو يعني خروج الماس يعني خروج الطاقة هنا نكون خلصت المحاضرة هذه فقط أود كده إعطاء لمحة عامة لأن الحصة القادمة راح تكون الحصة الأخيرة في هذا الدرس Energy and Energy Transfer كنا قد عرفنا ثلاثة أشكال من أنواع الطاقة التي تظهر على الجسم فtotal energy تساوي internal energy plus kinetic energy plus potential energy Variation of total energy is due to variation of internal energy plus variation of kinetic energy plus variation of potential energy عندي أيضا ثلاثة أنواع للماس ترانسفير يعني أن السيستم اللي عنده الـ total energy معينة يمكن أن الطاقة تتنقل من جسم إلى جسم عن طريق ثلاثة أشكال من الطاقة الشكل الأول هو Energy Transfer by Work واللي سميناه W النوع الثاني Energy Transfer by Heat واللي سميناه Q النوع الثالث Energy Transfer by Mass Flow واللي كنا نشوفو فيه في هذه الحصة كده نكون خلصت تقريبا المحاضرة قبل الأخيرة من الدرس الأول Energy and Energy Transfer إن شاء الله الحصة القادمة سوف نعرض حوصلة للقوة الثلاثة هادم في القانون الأول للديناميك الحرارية أو First Law of Thermodynamics السلام عليكم ورحمة الله